بالأستاذ تاج الدين رئيس تحرير وكالة إيرام نيوز للأنباء معانا من الأردن سيدي العزيز وصديق الفاضل مساء الخير أهلا أهلا فيك مدامة شوء أهل إزاي حضرتك أولا أنا بحي حضرتك اسمح لي نيابة عن اللي بيتفرجوا على الحلقة عن هذا الفيلم الوثائقي الهام اللي سجل في ليبيا فتحياتنا لحضراتكم لكن خليني أتنقل لحضرتك وأسألك على طول كيف ترى الإرهاب في ليبيا أستاذك يعني الإرهاب في ليبيا حلقة من حلقات الإرهاب في المنطقة تكون لكنها حلقة مهمة باعتبار أن الموقع الجغرافي لليبيا يتيح لها أن تكون ممرا لنشاطات الإرهاب العابرة إلى أوروبا والعابرة إلى أفريقيا والعابرة إلى دول الجوار صحيح وخاصة إلى مصر وبعض الدول المجاورة كالجزائر وربما تونس زي الجزائر وتونس ومالي وتشاد وتشاد نعم ومالي طبعا أهمية ليبيا أن تعيش حالة من الفوضى التي أتاحت لجموعات الإرهاب من كافة الأطياق من كافة الدول والمنظمات أن تجد مقرا لها في ليبيا وكان هناك من يسهل وصول هذه المجموعات إلى ليبيا ويسهل ميادير التدريب وميادير التجهيز لها ولعلك لاحظت بالفيلم الوثائقي كيف أن دول ذات أجندات خاصة كالتركيا وقطر قامت بإمداد هذه المجموعات بمنظومات متكاملة من المعتادات ومن النشاطات التي جعلت من ليبيا فعلا منطقة لتفريف الإرهاب في المنطقة أستاذ تاج اسمح لي أن أنا أسأل حضرتك سؤال بناء على الخريطة اللي عرضت في الجزء السابق للفيلم اللي حضرتكم عملته في إيران نيوز وإحنا عرضينها على الشاشة دلوقتي بتشوف إزاي أو بتقرأ إزاي اللي حاصل النهاردة في الجزائر وفي السودان مع تحرك الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تجاه ترابورس أنا أعتقد أن المنطقة تعيش مخاض جديد مخاض يعني يعيد تركيب هذه المنطقة الجغرافية في السودان تعلمين أن النظام البشير هو بدأ بداية مرتبطة إلى حد سبير بالإخوان ورؤوا لا تغلغلوا في مفاصل كثيرة في الدولة السودانية وحالة التململ التي قام بها الشعب السوداني المؤخرا هذه الثورة هي في واقع الأمر انتفاضة ضد تلك الحفظة من التاريخ السوداني التي جعلت السودان مقر أحيانا أو منطقة لتحالفات مع قوة مشبوهة وأدت بالدهاية إلى عزلة السودان وفرض عقوبات عليها أدت إلى كثير من المتاعب والمصائب في حياة السودان صحيح والجزائر يا أستاك والجزائر كذلك الجزائر الآن هي حركة مدنية ناضجة ليست فيها التلوين المتطرف الذي شهدناه في التسانيات في العقد الماضي عندما حاولت المجموعات المسلحة الإرهابية السيطرة على الحياة السياسية في الجزائر الآن هذه المنطقة يعاد تشكيلها طبعا ما يقوم بالجيش الوطني اللي بلآن محاولة لإقتلاع هذه المجموعات من الساحة الليبية وإعادة النظام والأمن لليبيا وإذا اكتملت هذه المعادلة فنعتقد أننا نعيش مخاب مرحلة جديدة سؤال الأخير لحضرتك أستاك ألا تخشى من هذه الطيارات الدينية الإخوان أو الميليشيات المنتمية إلى السلافية الجهدية كما في الجزائر ألا تخشى منهم على المنطقة في مخاضيها الذي تتحدث عنه أنا أعتقد أن هذه المجموعات الجهادية والسلافية هي لها طبيعة انتهادية طبعا هناك في حالة التحول في حالة المخاض قد تنتهي هذه المجموعات الأجواء وتحاول القفض إلى بهر السفينة وقيادة الدفة ونحن نأمن أن هذه الذين يقومون بالانتفاضة في الجزائر وفي السودان أن ينتبهوا إلى هذه المجموعات التي تحاول اختطاف الثورة وتحويلها عن مقاصدها الطبيعية في عادة الحريات إلى الناس وعادة الاستقرار والأمن للقفضة أشكر حضرتك الأستاذ تاج الدين خلاف رئيس تحرير إيراميوز وكالة الأنباء الإماراتية